عودة مجددة لك عزيزي المشاهد وما زلنا معكم وبرنامج ديوان وبداية باسمي واسم أسرة تلفزيون الشاهد واسمك عزيزي المشاهد أرحب بالدكتور خالد الشطي المدرب في مهرات وفنون إعداد ميزانية الإسرائي حياك الله دكتور الله يحييكم مشكورين على هذه الاستضافة عزيز وغالي دكتور في مشكلة عندنا في الكويت شنو المشكلة اللي عندنا في الكويت بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إذا إحنا بنتكلم عن شلون الأسر ترتب وتنظم ميزانية الأسر وأن المجتمع الكويتي اليوم اتجاه نحو النمط الاستهلاكي وبتعدى عن الادخار والتوفير والترشيد نقول عندنا مشكلة كبيرة في الكويت أنا كنت قبل تقريبا بعد التحرير على طول كنت في محاضراتي وندواتي كنت أحذر وأقول الكويت رح تقبل على منحنة خطير فيما يتعلق بتقافة الاستهلاك في المجتمع الكويتي بعد التحرير ردت الناس ارتاحت يتلف لوس بدت الناس تشتغل بالتجارة بدت الناس تريح الكويتين احتكوا بالخارج وسافروا بالخارج انفتاح العالم العولمة الفضائيات يعني التسوق الموجود الانفتاح على العالم الانفتاح هذا غير من تفكير المجتمع الكويتي خنقول الأسرة الكويتية الطفل الكويتي المرأة الرجل البيت الكويتي صارت عندنا مشكلة كبيرة اليوم احنا قاعدين نتجرع آلامها الدولة اليوم تبي تحط مليار دينار كويتي لعلاج مشكلة المتعثرين في صندوق المتعثرين اليوم في جديدة الشاهد قبل فترة يقولون في احدى الدراسات ان المجتمع الكويتي 29% من الاسر الكويتية تحولت من الدخل المتوسط الى الدخل المحدود صحيح عندنا اكثر من 50 الف مواطن كويتي عليهم ضبط احضار ممنوعين من السفر عندنا عدد القروض الاستهلاكية والاقتمانية في الكويت لمليون كويتي عندنا نصف مليون قرض استهلاكي اقتماني قيمتهم اكثر من 5 مليار دينار كويتي جميل وهذه كلها دراسات اخرجتها وزارة المالية واللجلة المالية بيسلمة ودارة الاحكام والتنفيذ وزارة العدل يعني انا اتكلم من احصائيات دقيقة مالية صدرت من الدولة يعني عندنا مشكلة كبيرة اليوم جميل اي نعم دكتور خالد شنو سبب هذه المشكلة يعني انت الان شرحت الموضوع وكان اسبابها يعني مو اسبابها انت تكلمت عن الوضع الحالي او القائم الان طيب هذا كله اللي ادى المواطن ان يقترض وان ياخذ مبلغ وان ما يقدر يدخر هل هو سبب اسلوب المعيشة ام غلاء الاسعار ام هناك مشكلة اساسية في البنوك والتعامل مع المواطن اي انا اشكرك ابو علي على هذا السؤال احنا بالحقيقة يعني انا كمتخصص في مجال المساعدات الاجتماعية واشتغلت في اللجاء الخيرية كثير جميل وقاعد اشوف الاسرة الكويتية اللي كان وضع حزين ثم تحولت الى اسرة عليها ديون وعليها قروض وعليها ضبط حضار الزوجة الزوج عليهم ضبط حضار طبعا في كثير من الاسر الان تعاني منها الكويت الاسباب الحقيقية اول شي الاغراءات الغير طبيعية في الاعلانات التجارية لبنوك والشركات الاستثمارية طبعا من حقهم انهم يسوقون من حقهم ان يستثمرون الاغراءات الكبيرة اللي كانت في الاعلانات التجارية الو بضغطة زر تحصل على قرض خمسين الدينار بضغطة زر تقدر تسافر الى الخارج بضغطة زر تحصل على حلمك في الحياة لشراء شقة لشراء فيلا لشراء قصر جميل هذه الاغراءات كانت لها سبب كانت من الاسباب الرئيسية السبب الثاني السياسات النقدية اللي في الكويت تشجع على الاقراض يعني البنوك يقولوا وين نروح شا نسوي فافتحوا على قضية القروض الاستهلاكية البنك المركزي في ذلك الوقت وما زال الان وان كان الان بدأ يقن لانها اصمعت انها مشكلة خطيرة في المجتمع الكويتي اسر كثيرة تورطت واحنا نقول الآن المقبل الشباب اللي توهم يتزوجون الشباب البنات اللي توهم يشتغلون جميل احنا الآن نقول هذه المشكلة يجب ان تحل ويجب ان نحط حلول جديدة للأسر اللي ما لابها تورط صحيح من جديد من الاسباب الارتفاع النسبي في المعيشة في الكويت نعم يعني الدخل عالي خاصة بعد الغزو ارتفاع البورصة طبعا قبل الازمة العالمية ارتفعت البورصة صار الناس عندها فلوس اشتغلت باعت من رواتبها جميل باعت راتب التقاعدي اموالها اللي جمعتها اشتغلت فيها بالبورصة اشتغلوا بالتجارة فصار في وفرة الناس بدت تشتري شالهات بدت تشتري مزارع بدت تشتري سيارات فصار عندنا ارتفاع نسبي في المعيشة في دخل الأسرة في الكويت نعم التركيبة العمرية بعالي في الكويت تقريبا خمسين بالمئة من المجتمع الكويتي هم شباب من عشرين لخمسين سنة نعم الشاب طموح ان يشتري ان يقتني ان يتملك ان ان هذه الأمور من ضمن الأسباب عدم قدرة الكثير نعم من الأسر الكويتية وهذا رح نيلي بعي شوي جميل عدم قدرة الكثير من الأسر الكويتية على تنظيم ميزانية الأسرة جميل فبسافر بالأقصاد بشتري فيلا بالأقصاد بشتري بيت بالأقصاد بشتري سيارة حق بنتي بالأقصاد نعم هذا عدم التخطيط الجيد للأسرة نعم وقع كثير من الأسر بهذه المشكلة جميل كان طبعاً انتعاش سوق الأوراق المالية لسبب النزع الاستهلاكية أبو علي اليوم أنا قريت كتاب اسمه الأفلونزا نعم مش الأفلونزا اللي هو الحمى صحيح الأفلونزا هو الآن حمى الاستهلاك في المجتمع الأمريكي نعم ويوم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين حذروا المجتمع الأمريكي أنه كان مجتمع بسيط نعم دخله محدود صار فيه بنوك صار فيه انفتاح صار فيه شركات صار فيه رجال أعمال صار فيه رفاهية جميل أدى هذا في النهاية إلى المجتمع الأمريكي إلى خطورة في الديون تشوف الأزم العالمية الآن شون أثرت على أمريكا وعلى أوروبا صحيح فصار هناك صيحات في أمريكا تقول الأفلونزا حمى الاستهلاك انقودوا المجتمع وانقودوا الأسرة الأمريكية فإحنا اليوم في الكويت قاعد نعاني أنه في الكويت فيه نمط غير رشيد نعم فيه كثير من الأسر فيه اتجاه نحو الاستهلاك الكماليات التملك محاكات الآخرين حب أن يشوفونا الناس وإحنا لابسين حتى لو ما عندنا أن الناس تشوفنا وإحنا الناس تشوفني أنا أهم شيء شنو لابس شنو راكب صحيح مو شنو ثقافتي نعم وشنو شهاتي شنو أخلاقي شنو قاعد أقدم المجتمع صحيح صارت الناس تفكر أنا لازم أطلع بالسيارة الفلانية ألبس الحجاب الفلاني ألبس الساعة الفلانية الماركة الفلانية عشان الناس تحترمني صحيح هذا النمط الغير سليم وغير قويم أدى إلى هذه المشكلة الكبيرة نعم أنا أعتقد أن يعني قلة الدبرة في كثير من الأسر أدى إلى أن تكون عندنا مشكلة كبيرة تكلمنا عنها الآن نقول خمسة مليار دينار قروض اؤتيمانية واستهلاكية والأسر اللي عليها ضبط حضار الأسر اللي عليها مشاكل مالية مشاكل نفسية مشاكل أسرية صحيح مشكلة كبيرة عندنا في المجتمع الكويتي وهذه من أهم آثارها وإن كان أنا أذكر قبل حل مجلس الأمة الأخير تنادى ومجموعة من النواب لإقامة مؤتمر صحيح وكنت أنا من ضمن المطلوب مني أن أقدم ورقة ودراسة عميقة في المجتمع الكويتي عن أثر المشكلة هذه في الكويت لكن حل المجلس نعم ولعل إن شاء الله ينبع شوية تكلب عند دور مجلس الأمة لكن هذه تقريبا من أهم الأسباب اللي أدت إلى هذه المشكلة جميل طيب سبب تحول أو مشكلة تحول الأسرة إلى هذا النمط إحنا قلنا الأسباب اللي ذكرتها طيب الآن نبيندخل في موضوع أثار المشكلة على المجتمع ومثل ما تفضلت هناك الوالد والوالدة مثلا أو الزوج والزوجة مدانين كيف بعد دخولهم في هذه المشكلة الآن لا يوجد علاج بيسلم أمره لله طيب وراك أطفال وراهم أباء وأبناء أيضا يعانون من هذه المشكلة يعني شنو الحل شنو النتيجة إحنا قلنا نتكلم أول شيء بو علي عن أثر هذه المشكلة نعم وتكلمنا عن جزء من همساء نعم أثر هذه المشكلة على الأسرة الكويتية اللي ما ترتب أمورها المالية بشكل سليم نعم ولا تدبر ولا توفر ولا ترشد جميل يصير خلاف بين الزوج الزوج على متطلبات الحياة نعم إلى وظائف أخرى في الفترة المسائية نعم أنا يقول لي واحد اشتغلت في عمل في فترة الفجر الباكر نعم من الساعة خمسة إلى الساعة سبع نعم غير وظيفة للحكومية الصبح لأنه كان عندي مشاكل مالية لازم أشتغل في أعمال أخرى الأعمال الأخرى اللي رح يشتغلها رح يفقدون أولاده أسرته الحلان الرعاية المتابعة التربية نعم هذا يأثر في الحقيقة على الأسرة جميل دخول عدد من أرباب الأسر السجن قبل القرار الأخير نعم وهذا يشكر للدولة أن اللي كان عليهم ضبط وحضار ينمسك ينسجن نعم على غضايا الذمم المالية نعم وأنا أذكر دعيت إلى مرة إلى السجن لأشوف أوضاع الشباب الكويتيين ولقيت عدد كبير نعم كان في احتفال قائمية يعني احتفال سنوي لهم نعم فكان مدير السجن يمي يقول لي هذا طيار هذا ضابط هذا ولد عائلة ثرية نعم هذا دكتور هذا مهندس كنت أقول لي شون الأسباب قال لي هذا دشب مشروع تجاري قص على ليلي وياه هذا باق بيته واستثمر أمواله وخسر تجارته نعم هذا دشب مشروع تجاري ما رتب أموره وتوسع توسع فيه وربح أربح كثيرة ثم ما حسب حساب صحيح فخسر فكثير من الشباب مو كثير